قصتنا النهاردة عن المستقبل اللي ناس ممكن تشوفه قبل اي حد تاني وتعرف تفاصيل محدش غيرها بيشوفها ويعرفها زي حميدة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي تعودت من صغرها تشوف حاجات كتير من قبل ما تحصل احداث ساعات بتكون خاصة بتفاصيل حياتها او خاصة باهلها وساعات تانية بتكون خاصة بحد من صحابها وساعات كمان بتكون الاحداث اللي بتشوفها حميدة بينها وبين نفسها بشبه نشرة الاخبار بتعدي قدامها بتشوف قدامها انيها احداث كبيرة قوي عن دول وشعوب لحد ما الموضوع تطور مع حميدة بعد الجواز لقيت واحدة بتهزها وتصحيها من النوم سمعت صوتها من غير ما تشوفها ويا بتقول لها انت كتير عليكي ابنك وجوزك انا هأزيلك ابنك هو من يومها وحميدة قفلة على نفسها هي وابنها بيصعب عليها جدا من انه محبوس بس مش قادرة تعيش حياتها هي وهو بشكل طبيعي عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور نور اسامة استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك ازيك يا دكتور ايه الاخبار اخبارك ايه الحمد لله ايه رأيك في قصة حميدة الاو احنا هنتخانق النهاردة انا حاسر بس اقولي طيب اقولك مرحلتين كده في مرحلة انه هو حاجة اسمها الزهر الليلي انه انت اوقات مثلا ممكن تفكري في حاجات كتير قوي في حاجة اسمها محالة انسري اللي هي ايه اعمق حاجة في النوم فتقومي حاجة فيه فرق بين الكوابيس والزهر الليلي فتقومي زهر الليلي تتخيري فانه اللي هي حقيقية ده في مرحلة النوم بتقومي تحسي ده ده موقف حصل في الحقيقة اوقات مش تعرف تفسري اللي هو كان حلم مش الكوابيس محالة بالتكلم عليها بقى فيه فرق بين الخوف والقلق الخوف انت خايفة من حاجة موجودة حقيقية اما القلق من خوف خيالي من حاجة ما نعرفهاش اللي هو بنسميها العالم الافتراضي او الخوف الخيالي يعني انا عايز لك الحاجة قبل ندقى قصة حميدة فيه ناس بالليل تتخيل انه مثلا مامتها توفت الباباة توفى يعود عاياته دول ايه يعني يعود يدخيل اسوأ سيناريو في الوجود في حياته ويعايات عليه ده طبيعي لا في حاجة اسمها التأثير الوهم الايجابي والتأثير الوهم السلبي اللي بيحددها طبيعة شخصيتك يعني التأثير الوهم خلينا نقول مثلا السلبي اللي القصة كانت مشهورة جدا اللي انت موقع تقنع عالك بحاجة وممكن تموت بيها يعني الرجل كان بامي الجرد منتكاتل ألبان فمصنع في ألمانيا لما مات جوه جوه التلاجة عشان الباب كان بايز واكتشف ان هو كان يوم خميس يوم السبت لقوه ميت في التلاجة بس لي فيشها مكانش محطوطة نعم التكييف مكانش غال أول تلاجة مكانش اللي حصل اللي حصل هو اقنع مخه فمخه بعت إشارات عصبية هو مات من البرد الطب الشراء قالك هو مات من البرد التأثير الوهم السلبي فأمريكا لما حد كان عنده له كيميا الدكتور أقنعه ده اسمها التأثير الوهم الإيجابي ان ده دوة هيش فيه وخاف ما خافش بس أعراض السلطان قلت بالنسبة 70% بعدها الأطباء قالوا ان أي مرض 70% عضوي 70% نفسي و30% عضوي يا لو عتقنا نفسي بسيناريو كده بالليل حلو انه حصل لي كذا وحصل لي كذا والله هيحصل مش هيقبص وارد يحصل ليه هقولك ليه فيه حاجة اسمها على البطن بياخد حاجات اسمها أشخاص أشياء أميجا أنا بكرة خايف وأنا قاعد مع سالي أطلق بط فبياخد الستوديو المكان الأشياء الكلام الأشخاص أنت فإحنا قاعدين مع بعض مخي بيساعدني إن هو ينفذ إن أنا فكرت فيه هو مش مخي ما يعرفش الفرق من الخير والواقع فهو كتر تفكرنا حشان الناس ممكن تفكر التأثيرها من السلبي قالوا أنا محبوطة ليه عشان أنا مفكر كتير طب إزاي المخي مش بيعرف يفرق ما بين الخيال والواقع حالو التفكير الزيادة في شيء معين المخي بيخليك يتعمليه عشان كأقولك اللي بيخاف من عفري بيطلع له ده مثل ده حقيقة لا ما أقولك بقى إزاي في المخي بيترجمه إزاي كردت حاجة اسمها الرصيد الزهني وحاجة اسمها الاتجاه الزهني يعني إيه الرصيد الزهني مخك اللوكيشان انت حطاه عليه إيه يعني جاي النهاردة أبقى أحسن واحد يعني لو أنا زي ما بيقولوا البلد دي كعتا فقر بزرط أفقر نفسي يعني عدت أنا النهاردة يومي مش يومي أنا النهاردة مش يومي النهاردة هتخانق مع الناس كلها أنا النهاردة مش عايش سعيدة أنا النهاردة حياتي هبوز أي حسن أقولك ليه يعني بشكل علمي عشان السيرتونين الدوبامين والمسؤول الأندروفيني مسؤول عن علق يعني لو عندي كتاب وعطقنا نفسي الناس سعيدة هبقى سعيدة بص طب ممكن أقولك حاجة لا بس بزاد جزء يعني إيه جالسات السلوكاة معرفية اللي بنعملها إيه اللي هي حاجة اسمها خلط المخ يعني مثلا بقول دايما مفيش أبطان بيتحرك بالسفينة من غير محد اللوكوشن بتاعه فأنتي بتحييي التارجت أو اللوكوشن بتاعك دا اسمه التجاهي الزهني فالرصيد الزهني بتاع موخي الكريدت اللي انت بتشحيميه بي هيساعدك شوية بشكل إيجابي إنك تنفذ الشيء ده يعني أنا بكرة عندي بتحان وخايف أنسى أنا هسقط يعني هسقط وهنسى يعني هنسى هتنسي عشان ليه وشيلا يحد غش منه عالفة ليه برضو عشان الضغط النفسي ده اللي بينزلك الحلقة ونفسك تبقى حلقة جميلة طيب لو معدل زاد بيصر حاجة اسمها محارضة الفيضان الأدرانين والنور أدرانين والكرتوزول بيزيدوا في الجسم محارضة الفيضان فبيبدأ أعراض الألق حاجة اسمها ألق الوحش الزيادة فتلاقي بدأت عرق مادتي واجعيني فالناس ممكن تغم عليها فالناس ممكن طيب أنا مقتنع بالكلام العلمي الجميل ده جدا فصر لي إن هي تكون شارع مرحتوش قبل كده وبتقول الشارع ده فيه كذا وبيبيع كذا وبيعمل كذا طيب خلينا نقول الرواية على حسب كلامها فيه اتنين سيناريوم السيناريوم السيناريوم الأولين لو إحنا افترضنا إن هي قد تكون عادة عليه قد تكون فيه حاجة اسمها المادة الرمضية إيه المادة الرمضية دي المادة الرمضية دي الخاصة بالذكريات ممكن تكون عادة عليه قبل كده في سن من السنين فبيفضل الزاكرة بتاعتها اللي هي طويلة المدى بسجلة موقف ده ماشي يا سيدي دي أو السيناريو انت على واحدة الخناء اللي حصلت وقالت لهم مدو شوية عشان الخناء هتحصل ده بناء هتقول لي دي جا فيون سهلا طيب أقول لي حاجة ها أنا السيناريو ده بالذات بالقصة دي ده بناء على حكاية بتاعتها أو الحكاية بتاعتها طيب ممكن أقولك بس على حاجة لأ أنا عندي حاجة فهمي ده ما قبل ما أمها تقول لها إن دي هبة ومن عند ربنا حفظي عليها وما بعد تصرفاته فأنت أقول لي أنا بسألك أنا بسألك كعلمة بس أنا عايزة تفسير أوكي ممكن يكون مثلا في حاجات ممكن أقول إيه أوقات ممكن سألي أنا خايف عليك لحسن كذا حاجة تحصل فممكن تحصل ممكن ده يا الأمها دي ما بنقشاش بالضبط خدي الشاكت لحسن الدنيا تمطر شوف يا خيال الأحصال بتتعاون معها إزاي وبتمطر يعني أو بقولك النهاردة لو نزلت يتخانق مع أصحابك كلهم سبحانك يا رب بتحصل وأكناها أيلالهم يعني الأمها مش بنقشهم طب هم بيعرفوا منين هو ده عقل باطن ومخ مش عالي باطن بس هما عندهم بتبقى حسة آه أنا مقتنع بدي يبقى حميدة بقى تعالى بقى أنا جاني في ملعبي يبقى حميدة ممكن تكون عندها حسة شبه حسة الأمها بس هي بتشعر بالحاجة قبل ما تحصل أو بتشوف ماشي الحشرات دي ايه العنكبوت والدودة دول ايه طيب ممكن أقول لك حاجة احنا احنا دلوقتي بنتكلم على هي بتتكلم أنني أنا كنت بشوف الحاجات دي وانا صحية وبتحصل فان بس أنا عايز أقولك هي وصلت في نهاية القصة أنا عايزة احنا ليس ليس بوصلات بس أقول نهاية القصة على ايه لا أنا ماش دعب نهاية القصة نهاية القصة أنا مش مقتنع بليه بتعمله ده يعني نهاية القصة حاجة شعبي قديم لذيذ يعني أنا ببقيني واحدة من الشعب هقوله لأنه أنا برضو مش هيبقى عندي علم وضرية بالصحة النفسية قوي كده فبتكلم على أنا شفته فالناس هتيجي تقولك لأ دي ساعات فعلا بتبقى موهبة ولما بتناميها أن أنت تصلي قيم ليه؟ لأن أنت تهتم بفروضك أكتر أن أنت تزيد في رضا ربنا عليك في ناس سعبت أنا بسمعهم تقولك بحس أن حد بيطبطب علي بسمع آية معينة بتاعلي في القرآن مثلا في سورة البقرة وأنا عمل أفكر في حاجة وسرحانة مثلا بقول يا رب أنا مش عارفة مثلا هعمل إيه تسمع مثلا وما هم بضرين به من أحدا إلا بإذن الله أفكر في حد من صحابي مثلا بيتكلم تجي لي مثلا ومين الناس من يعجبك قوله صدق الله العظيم يعني أنه بتجي لك آيات معينة فأنا بشوف أن دي فعلا حاجة مفروض كانت ممكن تناميها وماميتها كانت صح لكن لما يعني بستخدامها سيء هيقلبت علي بمرض نفسي فبقيت الحاجة دي بتخوفني بدلا ما المفروض أنها جايلي عشان تطميني أنا معرفش بها دا حي طيب اللي أنت تحكي فيه ده أنا مؤمن جدا بالقضاء والقدر أنا سمعت آية على كنت محتاجها هو ربنا بعد حيلي أنا بلاقي ناس ساعات بتيجي ترد علي في موضوع أنا ما كنتش بزفت أيلالكو عليه أنت بترد علي على أساس إيه بتلاقي مثلا بيقول لك كلمتين كده بما معناهم إن ربنا بيقول لك فاهم أو خاف من حاجة معينة أو بما معناهم ربنا بيقول لك لا مثلا ما تدخلش المشروع ده أو ما تعملش كذا مش فيه حاجة اسمها كده فيه حاجة اسمها ساينز طبعا طب فيه حاجة اسمها إن أنا أشوف حاجة وحس بيها يعني زي ما هي بتحصل لحميدة ممكن تحصل بشكل مفصل مش بشكل متكرر زي قصة بتحكي يعني عارفة ما هي ما كانش متكرر هي في إعداد دي حصل لها موقفين في سنة ويحصل لها موقف بعد وقفت الموضوع ده بعد كده بعد الجواز بأربع سنين ما خلصت الجامعة حصلت تاني بس حصلت بشكل وحش لأنه ممكن تكون أساءت استخدام هذه الهبة أوكي بس الأحداث اللي هي حصلت فيها في أماكن ما هتعرفهاش والناس كتيرة أعتقد أنها مش هتبقى ظاهرة طبعية يعني أنا مقتنع جدا في الصدفة مقتنع جدا بالإيه؟ في الصدفة بس الفكرة اللي هي بتحكي فيها دي أنا مش مقتنع يعني أنا كلمة شكل عالمي يعني ليه تفسير يعني أنا ليه تفسير جدا إيه بقى؟ أقول لك حاجة في حاجة اسمها الاضطراب المستنع وفي حاجة اسمها الاضطراب الوهمي إيه اضطراب الوهمي ده؟ اللي هو حصلها في الآخر لأ ده أنا عايز أقول لك اللي حصلها في الآخر ده الأعراض الانسحابية أو السلبية إيه أعراضه الإيجابية في الأول تأعراضه إيه؟ في حاجة اسمها هلاوس ولوز مش حاجة يعني مريبة ووهم إيه هلاوس دي؟ أنا ممكن كلنا قاعدين عشر أشخاص أنا واحد بس بسمع حاجات معاينة تسمعين ممكن أسمع إن التلفزيون شغل حاجة معاينة صوت مثلا قرآن الصوت عالي الصوت ودي واحد نصد عشر دي من سلاحة هلاوس هي الوحيدة اللي سمعها ودي بتحصل ناس كتير جدا دي هلاوس؟ بتحصل لتنين من كل مية شخص في العالم دي هلاوس؟ دي هلاوس لو كانت متكررة أنا بكلم مش منفصلة بشكل متكرر يعني إيه منفصلة؟ يعني تبقى كل قد إيه؟ يعني منفصلة دي موقف عابر حاجة حصلت كل فترة على فترات ده عادي بس فكرة ليه ممكن تكون متكررة؟ لا أنا ممكن ما أنا قاعد أنا الوحدي أكون سامعة ده دي بنتندرك تحت الهلاوس دي أول مرحلة اللي أنا محالة إيجابية لو لو كل يوم؟ أه طبعا لو كل يوم بس مع أصوات معاينة مشارط ريفيزيون ومشارط راديو أنا سامح هادي بيكلمني توصل بقى للوهم أو الاضطراب الوهمي إيه دي هو اضطراب الوهمي؟ أنا ممكن أشوفك وأنا صحي هو وين الوحدي اللي شايفك؟ يعني إيه؟ أه أنا ممكن أبقين شايفين؟ فيه فرق بين الخير والواقع فالاضطراب الوهمي بيحصل اختلاق في المخ لمادة كيميئية بين الخير والواقع فببدأ فيه أحداث حقيقية حصلت أقولك حاجة زي مثلاً وهم الإعلاقات أو وهم الحب أنا مقتنى اللي نور بيحب شخصة معاين وبعيش في التجربة وببصله أنا مستغربه أنت كنت بفوت بتحبيني أنا أصلاً ما عرفوش طب أنا عرف الناس مثلاً بتقولك إنه كانوا قاعدين في قتل والقتل ده عشان الترقة تنور لازم حد يعدي منه والترقة سعب بتنور وتطفي ده إيه؟ صدفة؟ لأ فيه حاجات مستودة فأكيد آه بس لو ممكن ده بجد ده قصة من أمام الناس اللي حوالي بجد مش تظهر والله العظيم يعني بقاعدين في قتل الترقة بتنور وتطفي وعين فجأة القرآن هو اللي بيشتغل بقى لوحده ده إيه؟ لأ هو ده مقوله السبب علمي بس لو لو الموضوع ده تكرر مع شخص واحد داني هي زي قصة هي بتتكلم على أحداث من خلال رواية بتاعتها اللي هي بتشوفها هي صحي عرفة لو هي نايمة اللي حلم تتكلم عن الزهر الليلي ده حاجة أسهل طب لما حد يقول لك يا دكتور نور أنا أحلمت لك حلم إن شاء الله يتحقق أنت بتصدقوا الحاجات دي أه بصدق ليه؟ أقول لك ليه؟ ده طراب لا خالص أم ليه؟ طيب فيه ناس مثلا زي أمي قالتلي أنا حد قريب مني حد عرفني فحكى لي حلم آه تمام يعني خير بشوفه خير يعني بس قد يتحقق وقد لا طيب ولو تحقق بنفس التفاصيل اللي تقالت نور هتروح في المكان الكذا هتسلم على كذا وده هيعلي من شأنك جدا الفترة اللي جاي ممكن تكون الشخص اللي قدامي روحاني شوية قريب جدا من ربنا يعني في حاجة اسمها روحانين آه طبعا أنا مقطعنة جدا مين بقى دول روحانين آه الناس الممكن تكون قريبا شوية من ربنا بس برضو مش بشكل متكرر ما دير خيناء لك قرمت خانية من شوية اللي بقول لهم فيه ناس بيبقى فعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ماشي بس أنا يعني طب أقول لك حاجة خلينا مثلا عن الكلام عن القص آخر المراحل اللي انت بتتكلم يعني دي كلها لأ أنا ضد المرحلة الأخيرة في القص لأ ما أنا هقول لك ليه المرحلة دي لأنه لو أنا بشوف ناس وسمعاهم عايزين يعملولي عمل طب مين دول يعني ما تزعليش مني طبعا أنت جامدة قوي كده مين دول وأنا مش أقدر أعرف مين اللي عايز يعمل لي عمل طبعا أنا سمعت صوتهم وبيقولوا دي احنا نعملها عمل وليه أنا روح لحد بيعالج بالقرآن في الآخر طب أنا ليه مرحل بدلما أنا عارف مين طب هو ده الفكرة بعدين أنا بقفل الشباك وأنا عارفة للشباك متأكدة للشباك مقفول وخايف هوا يقع طب هو مقاشي ليه بدلما أنا شايفها مستقبل طبعا طبعا الهبة دي تتقلب عليها لا خالص طبعا لما تسي استخدامها لا مش مختنع تماما يعني مش مختنع بدي خالص أصفيره ايه تاني بيقول لك يعني أنا ما عرفش برضو أنا باتكلم معك لأنه أعدت مع ناس كتير وبسمع يعني كيف سمعت أهل العلم وسمعت أهل الروحانيات الحركة كان معنا ممكن يجي يقول لك أنه كل واحد مننا ممكن يكون معاه عباد أو جنود من الجنود اللي يصلحين إحنا مش مفوضنا إحنا نشوفهم أو ما بنشوفهمش ربنا ممكن يكون ساعد بي سخرهم لينا في الخير لو أنت عملت كده ممكن يقلبوا عليك أو زعلوا منك فيعملوا كده ده رأي تاني ممكن يكون ناس قاعدة في الغيط بتقولوا ممكن يكون ناس قاعدة في فهم قاعدة في قاعدة بتقولوا فهل ده كلام حقيقي؟ أنا مش مختنع بي يعني أنا مش مختنع خالص بالفكرة دي تماما يعني دي لا دي ما ينفعش تمشي مع العلم آه تماما أصلا العلم واحد اتنين بس طيب أعايز أقولك على الخصة الحتة الأخيرة دي تأكد لك اللي هو اضطراب والوهم ليه الإعراض الانسحابية بتاعته كلها بيكلمة الإجابية السلبية بقى أنا ما عنديش رغبة في أن أنا أجرب هو مش هجيلك كل شوية أفكار أفكار سلبية يعني أفكار إيجابية ما رازم تكون فيه سلبية يعني أنا بشوف فيه ناس ممكن تشوف لحظة وفاة حد عزيز عليها بتتكرر قدامه ونهم ملحقش يجيب له الدواء ولما راح لقات وفاة هي هي حصرت الحقيقة دي معناها إيه؟ طيب في المخ المخ فيه حاجة اسمها دماط يعني اللي احنا بنتكلم عليها هي دل حتى دلوقتي وهي من الصحة يتمنون فجأة لا أنا بقولك لو فيه ناس كده لو شفيتها في حلم بالضبط هو نفس الموقف ملحقتش يروح أجيب له الدواء وملحقتش أجيب الدكتور ملحقتش أغير هي هي شفتها هي قدام يشي حاجة اسمها كده فيه ناس تشوف ما قبل الحدث بعد كده حصل اه وارد يحصل طيب فيه حاجة اسمها سحر ولا لا أعماله كده مؤمن بيه طيب ودول بيحتاجوا علاج ولا دول ممكن بنعمل لهم ايه؟ بص هتكلم رأي العلمي ورأي الدين رأي العلمي اه لا انت بتاع علم طيب رأي الدين انا عارفاية انا في العلم لما حدي بيجيلي بنشخص الحالة وبنبدأ علاجها وبتبقى كويسة طيب لما انت مؤمن بالكلام ده بقى ليه بقى نقول علينا بنت مريض لا عشان الحاجات دي مذكورة فانا لازم أؤمن بيه بس بس احنا بس احنا ليه بقنا بنتجنبها وبنخاف منها يعني بقنا بنلجأ للعلم عشان نقول دي مش حاجات حقيقية دي أوهام لا بس ايه موجودة مع ان انت لو تشبست قوي بالعلم في الحاجات دي في حاجات ليس لها تفسير حقيقية انا معرف بس احنا لو كان مننا كده هنوصل في محارة الفراغ الفكري والحاجات المتطرفة طب ليه لأ طب ده ازاي بس كل حاجة لا احنا مش هنعمل كده دكتور عندك دكتور مصطفى محمود الله يرحمه ما هو بعد ورجع تاني أقوى من الأول احنا ما اضمنش اللي قدامنا ده يبقى مصطفى محمود ولا لا بس انا مش قصدي كده انا قصدي انت تاخد القدر اللي تقدر تستوعبه ان انا ما عودش افكر دي وقفة ازاي وده بيعمل ازاي لا مش هقول ان انا هوصل لده بس افسر انه في ناس تانية عيشة معنا في الدنيا ممكن نكون احنا لا نراها وهي ترانا وممكن يكون حبيبه ممكن يكون عدو ممكن يكون وفعلا الحاجات دي انا ممكن احلم هما ممكن يكونوا موجودين يعني فيه ناس تقولك انا وانا نايمة حد كتفني ومكنش عارفة حتى رقيت الكرسي عشان اقوم فيه حاجة اسمها كده انا فيه حاجات انا بعد اسمها حاجة كتير قوي فيه حاجات دي بتبقى ليها اللي هو بالرأي العلمي حاجة اسمها الهلع اللي لي اللي هي نوب بزي بانيك اتاكس اه بتبقى ليها حاجات اللي هي الارق اثناء النوم انا بقى لي فترة مش عارفة انه انام بسبب ضغط الماء بسبب التفكير الزيادة فبيحصل ضغط على الضغط النفسي او على العصاب الجهز العصبي فانا مش عارفة نام طب عمرك قلت لحد جالك مثلا انه انت محتاج تقعد مع شيخ لا عمري ليه علشان انا يعني اللي بيجيلي احنا بي ازاي الحالة دي اعايز اقولك بس ازاي الحالة دي مثلا احنا بنقعد نشخص اللي هي عندها واحدين تلاتة الارد النساحبات بتاعتها اللي هي هتميني العزلية هيبقى عندها سوق تغزية مش عايزة اتعرف عن ناس هتبقى غضبانة جدا عندها ارق حالة مزاجية متقلبة جدا فاحنا لازم نبدأ نحل طبع نعمل ايه نبدأ نعمل جلسات فردية نعمل جلسات جماعية نبدأ نعمل حاجات سمعها خالدة الموحر بس احيانا العلم مش بيلجأ للدين يعني انه في حد مثلا يكون ايمان وضعف فبدأ يشوف الحاجات دي فانت تحاول تقوي مع الدين بتحصل هو ده مهم جدا صح اه طبعا ده مهم جدا المهم ترجع للشيخ عشان ايه طمينها عشان خاطر هي بيبقى التفكير زيادة فالتفكير الزيادة بديها يكريدت او بيديها رصيد زيني غلط وعايز اقولك مرحلة من مراحل اللي احنا بنتكلم عليها خرطة المخ او اللوكيشن اللي هي بتبعي نازلة عليه عشان انا معرف اتجاه الزيني بتاعة الدين وانا عايز اقولك البعض عن الدين هو من احدى الاسباب حتى التشدد الديني او الارهاب او الحاجات اللي بنتكلم عليها طبعا هو البعض عن الدين طبعا انا هسألك بقى اخر سؤال ايه رأيك في مواميتها لما قالت انه دي موهبة او موهبة قظيم ربنا وحافظي عليها يا حمد شايفها تربية مختلفة شوية او ثقافتها كانت مختلفة دخلت الايكوال او النتيجة بتاعة تربيتها اللي هي تقولها كده بس انا ما كنت شايفه لده صحة تماما يعني كان لازم فيه اكشن فيه تدخل سواء الاتنين يعني روح الدكتور وروح الشيخ كويس دلوقتي وينيد ان اكشن سه اه لازم تدخل علاجي لازم هيتعمل معها ايه هيتعمل اكتر من حاجة اول حاجة مرحلة لازم بيتاخد ادوية ادوية دي بتبقى مضادة للكتاب بتعمل ايه بقى يعني فيه حاجات بديلة الاندروفيني اللي هو ايه بيبقى عندها ثقة بالنفس ففيه ادوية بتعلي ده فيه ادوية تانية خاصة بالسرطونين بتهدي يعني بتقالي للقلق والتوتر وفيه حاجات المادة الكيميائية بتاعت المخ بتتغير بس هي لازم في علاجها يبقى ادوية اني انا معروف عني انها ضد الادوية في الطب النفس اوضعلش مني انا باجي في قصة حيش اقولهم لا بتسير كم سؤال بتسير كم سؤال بنشوف الاول هل حصل فقدان شهية او يعني فيه سمنة مفرطة او نحافة جديدة لو صلنا تمو ده الناس كلها ويقول لك اخي ده انا زعلانا باكل فرحانا باكل لا بيبقى شكل مرضي تعال عود معانا في الصلاة والله المضوع بيوصل مرضي اه انعزلية الفترات طويلة ممكن تبدأ عصبية تكسر حاجة يعني الناس هتلاقي الاغلبية لان انا في مصر هتلاحبوا لما الحلوى مش هتلاقي يعني اعزالي كده اه اه فكرت في اللحظة اللي هتنتحر طيب لو كل ده ما حصلش بيش لازم نخلص عدوية نعم انا شعيس انتحر دي بتحفظ على ابنها وخيفها عليه لا ده كواس جدا بس على فكرة الخوف اللي حلم اللي تكلم عنيه ده مش خوف القلق قصلي اللي تكلم عليه القلق الوهمي ده كتر القلق الوهمي ممكن يوصل لهوس اكتئابي ممكن يوصل لكتئابي نقية اتموت نفسها واتموت ابنها اه طبعا انا بشكرك جدا نهارتين يا دكتور برسي برسي يا دكتور نوح اختلفنا كتير قوي كلنا مختلفين عايز اقولكو احنا تريبا منتخانة اينا كلها في البرنامج مع الدكتور مع الكروف قصة حقيقية انا هقول كلمتي ومش اخاف بقى استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة